اخذلكوا خبر تاني خبر التاني بيقول ايه بقى خبر التاني وده ايضا حدث النهاردة همشوفوا الرئيس عمل كم حاجة النهاردة دولار بعمل ملفات لوحدهم انا همسكه لكم كده وبيهدوء شديد الخبر التاني خبر التاني بيقول ان الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة عمل اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للالعاب الالعاب الولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة ووجه بسرعة الانتهاء من الاعمال الانشائية بمدينة مصر الدولية وفق الجداول الزمنية المحددة وان يكون الهدف الاساسي لعملية الادارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية هو ضمان كفاءة واستدامة حسن الادارة حلو نمسك بقى في العاصمة الادارية انتو مش عاملين بس عاصمة ادارية او عاصمة جديدة اللي يروح ويكون فضي مجمع ارجوك خد بعضك وانزل كده روح تفرج على هناك وعلى فكرة سبكم من الابراج واش بصوا بكام وبصوا الملايين ايوة طبعا لان في ناس كتير مقبلة عليها وناس كتير عارفة ايمت ان انت تبني عاصمة على احدى افتراز وانك انت تتحرك وهو ده لما انتو تيجي بتقرنوا مصر بدول اخرى بتقرنوها تقولوا بصوا دبي بقت عاملة ازاي وبصوا الامارات كانت عاملة ازاي هو طريق الشيخ زايد اللي كان في قلب الصحرة ده وبعيد عن دبي في السنتر او مركز دبي ده لما بدأوا يبصوا عليه يشتغلوه لما الشيخ زايد بن سلطان قال لهم لما تبنوا اي حاجة تبنوا لي حاجة مش عشرين سنة لقدام ابنوها الخمسين سنة قدام بدرجة انهم في طرق بعد ما بنوها اهدموها تاني وبنوها مرة اخرى لما حب يسكن الشباب راح بنى في خارج المدن مدن اخرى وقال لهم اللي عايز يروح يروح ويطب يطب يعني يدخل البيت علشان انكم تقدروا متأيشهم وتشتغلوا عايزكم مرة اخرى تعودوا من الخبر ده بتاع النهاردة ده هو بيتابع النهاردة اشياء بصهم احنا في ثمان سنين عملنا ايه انظروا الى الصورة انا عايزكم تبصهم لهذه الصورة واحنا مستح واخدوا ومرة ومرة تالتة بقى احنا مستحملين ضغوط اقتصادية ومستحملين ان سعر الجنيه المصري قدام الدولار بقى مش كويس على الاطلاق ومستحملين مشاكل كتير جدا وهو ما قاله عبد الفتاح السيسي قال احنا علشان نوصل لمرحلة معينة احنا هنعدي هندفع تمن بندفع تمن فطورة 70 سنة بنجاب وره انما انت النهاردة لما هتروح تتفرج على العاصمة الادارية ارجوك اتفرج على الاحياء السكنية العادية بتاعتي انا وبتاعة حضرتك اللي موجودة اللي بتفرجش على الابراج الضخمة اللي معمولة للمكاتب والاستشاريين اللي بدأت انت النهاردة الناس تبصلك وتقول ايه اللي مصر بتعمله ده كله اتفرج على حي الوزارات والادارات المختلفة اتفرج على اكبر وانظف مبنى لمجلس النواب موجود في افريقيا وفي الشرق الاوسط ودي قيمة مصر على فكرة اتفرج على مدينة الثقافة والفنون اللي موجونا هناك اتفرج على المتحف اتفرج على الابرة اتفرج على الجامعات اللي موجودة في العاصمة الادارية الجديدة اتفرج كمان على المدينة الاولمبية للالعاب اللي مبنية في منطقة في قلب 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 الصحراء في مصر ده الخبر التاني هنتقل بيكم للخبر التالت ملف اخر سعب لما انتقل خدوا بالكم القضية بالنسبة لنا مش ان عبد الفتاح السيسي عمل عاصمة ادارية خالص بالعكس عبد الفتاح السيسي عمل كام عاصمة في المحافظات الجديدة عمل كمبيت جداد تقدر انت كشاب النهاردة تاخد بتلاتة في المية وتقدر تاخد بتمانية في المية وتقدر لو معاك فلوس تاخد بمبلغ اكبر ايوة كل حاجة سعرها نار غلي ده صحيح ولكن خلينا ننظر الى طب هو لو ما كانش بنا كانت الاسعار بقت عاملة ازاي يعني لو ما كانش المعروض ده موجود او كان موجود نصه انتو متخيلين سعر المتر في البناء او الابناء كان حيبقى عاملة ازاي انا قدمتلكم المدن الجديدة اللي بتتعمل وقدمتلكم الحدائق اللي موجودة وصورتلكم مدارس انا نفسي لما وقفت لهم انتو عاملين مدارس خاصة انا قال لي يا فني دي مدارسة حكومية اللي قطع رجليك وانت ماشي فيه تقولشوا يا رجلي بصوا وراك شوف انت مشيت قد ايه وشوف قد ايه انت كنت واقف في وقت كان ممكن تجري فيه وكنت خايف تمشي خطوة لقدام وكنت خايف ان انت تعوم الجنيه وكنت خايف ان انت ما يبقاش عندك صناعة وكنت خايف ان انت ما يبقاش عندك تجارة وكنت خايف انت ما تقدرش تصرف وكنت خايف تستلف لانك انت لو استلفت مش هتعرف تشغل اي حاجة وحتصرف على الاكل بس كنت خايف تزرع قمحة علشان انت اللي بتستورده بالمعونة الامريكية بس كان ممكن يوقفه لك في اي لحظة كنت خايف ان انت تعمل مستشفيات جديدة حديثة وكنت بتعملها وتتنهب فيها وكان كلها عبارة عن رخام على الحطان بدون اي اجهزة كنت خايف ان انت تعالج الشعب المصري من فيروس سي وتعترف بالخطأ بتاع الفيروس سي اللي موجود في مصر وانك انت تدفع بالمليارات علشان تحافظ على صحة المواطن لبكرة كنت خايف ان انت تتخش وتهد في اماكن وتعيد اراضي الدولة للدولة وتبدأ تعمل هيبة للدولة المصرية وتبدأ تحرك كل الوزراء وتصحيهم من 6 الصبح صح انما النهاردة انت ما انتش خايف من ده هدومك متقطعة متخبط متعور هو ده تمن ان احنا نتحرك لقدام